موسيقى دخلت من الاراضي المحتلة وتجاوزت خط وقف اطلاق النار باتجاه قرية بئر عجم التي تقع في المنطقة المحررة من اراضي الجمهورية العربية السورية حيث يوجد في هذه القرية مجموعات ارهابية مسلحة القيادة اضافت ان هذا العدوان الاسرائيلي السافر يؤكد مرة اخرى تورط الكيان الصهيوني بما يجري من احداث في سوريا ويهدف الى رفع الروح المعنوية المنهارة للعصابات الارهابية بعض الضربات القاسمة التي تلقتها على يد قواتنا المسلحة الباسلة في اكثر من مكان وبخاصة في منطقة القصير وجاء في بيان القيادة ايضا انه يخطئ من يظن انه قادر على اختبار قوتنا وجاهزيتنا واستعدادنا لصون كرامتنا وعزة وطننا وكانت القناة الاسرائيلية السابعة اكدت قيام جنود اسرائيليين بنقل احدى المصابين من المجموعات الارهابية المسلحة الى مستشفى صفض شمال فلسطين المحتلة وذلك بعد يومين من الكشف عن الية عسكرية اسرائيلية في منطقة القصير حيث كان يتواجد الارهابيون وهي الية مزودة باجهزة تنصط وتشويش هذه الوقائع ليست بعيدة عما ذكرته قناة فوكس نيوز التي اكدت مغادرة اعداد من الارهابيين للاراضي السورية باتجاه فلسطين المحتلة الى جانب وجود قوات صهيونية خاصة في الجولان المحتلة وهي القوات التي تنسق مع المجموعات الارهابية في سوريا شريان الدعم الاسرائيلي لعملاء تل ابيب من المجموعات الارهابية المسلحة لم يعد خافيا على احد وقد اثبت الجيش العربي السوري انه مستشفى بطل ذلك الشريان ولعل سرعة الرد على محاولة الية صهيونية التوغل داخل الاراضي السورية يعطي برهانا دامعا على يقظة الجيش العربي السوري واسراره على فرض قواعد الاشتباك على الارض اشتركوا في القناة